موسيقى السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم في هذه النشرة من تورينو ويب نيوز نبتها لكم على الهواء مباشرة وكما العادة سنبدأ من النشرة الجوية فكما تلاحظون فدرجة الحالة تراوح ما بين 12 مئوية والضغط تراوح ما بين 980 ملي بار أما الرطوبة فتراوح ما بين 80 مئوية وهذه أخبار اليوم ستعقد في تورينو الدورة الثالثة والعشرون لمعرض الكتاب من 13 إلى 17 مايه 2010 وضيف الشرف لمعرض هذه السنة هو بلد الهن كما سيتم انطلاق الجائزة الدولية لمعرض الكتاب في تورينو لأول مرة والتي ستمنح باختيار شخص له شهرته الدولية في الأوساط التقافية للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع المنظم تم الإعلان على المنشور الخاص بترشيح الخدمة المدنية للشباب المهاجر بمدينة تورينو في نسخته الرابعة حيث سيتم اختيار 20 متطوع تراوح أعمارهم ما بين 18 و 25 سنة قاطنين بالمدينة لمدة لا تقل عن سنتين ويمكنهم إداء الملف الترشيح بابتداء من 17 مايه إلى السابع وعشرون منه في زنقة فيا كورت دابالو 16 يفتح القصر المدني بمدينة تورينو أبوابه مجانا للعموم يوم السبت 8 مايه يمكن المواطني الاستفادة من هذه الجولات السياحية على الساعة التاسعة ونصف إلى الحادية وعشر ونصف صباحا وذلك بالطابق الأرضي من ببنى البلدية بفيا ميرانو واحد وسيحدى الزوار بمرافقة متطوعين من جمعيات تقافية مختلفة للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالي أو اتصال بالرقم التالي الأحد التاسع مايه هو يوم الوطني للدراجات في دورته الأولى بادرت لتحسين المواطنين بأهمية البيئية وكيفية المحافظة عليها والمناسبة لركوب الدراجات في المدينة بدل استعمال وسائل النقل أخرى وهي بدعم من الوزارة المكلفة بالبيئة برنامج اليوم الوطني متوفر في الصفحة المخصصة على موقع إعلام البيئة يمكن للأطفال بالغين من العمر ما بين 16 سنة من غاية 21 ماي والمقومين بطورينو التسجيل بدورة صيف الأطفال 2010 إذا كانت أسرهم تنوي قداء العطلة الصيفية بالمدينة للطلاع على لائحة هذه المراكز وعلى كيفية التسجيل يمكنكم زيارة الموقع التالي كانت هذه آخر أخبار اليوم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر